هلا وحبايبي شونكم ان شاء الله تكونونوا بخير وصحة وعافية وسلامة يا رب العالمين واليوم وجيتكم فيديو جديد كلش حلو ممتع ان شاء الله تستمتعون بي يا رب العالمين انا وين اليوم بيت اهلي امي جاي تطبخ ثواب للمام علي فانا راح تطبخ لها التشريب طبعا امو كل سنة سوي الثواب وتعزمنا هاي اخر سنة راح تسوي الثواب وتعزمنا لان بعد ما بيها حيل يعني كبرى تعرفون العمر الى حوضة فما عدها خطية الحيل انه بعد تطبخ يعني تطبخ وتسوي اكل اي وتعزمنا فهاي اخر سنة ما يخالفهم شي رب العالمين ينطيها الصحة والعافية فقلتاي وما انت ما بيت حيل جي بخلانا اطبخ لك التشريب لان احنا عدنا اصعب شي تعرفون بالمناسبات وبالعزايم اه والثوابات اصعب شي التشريب والتمن اما باقي المرق وهاي السوال فو الشهر بذنة سهلات فقلتاي يلا خلا وفر عليك واطبخ لك التشريب شوفوا هنا بنات حطيت الورد المحمدي وفلفل اسود وهيل وقرنفول وورا الغار مثل ما تشوفون هاي البهارات الصحيحة راح احمسها ويامل ويد دجاج بالحمس ومثل ما تعرفوني انا احط البهارات الصحيحة بالحمس بعدين من اضيف المي اضيف البهارات المطحونة وهنا اهمشي بنات يطنكها كلش طيبة انه مبصرة مطحونة مدخل لقطرة زفرة بالدجاج جربوها كلش طيبة يعني تغير لش طعم الدجاج مية وثمانين درجة فاللي اريد امنعكم وتكتبولي بالتعليقات ثواب واصل وتدعوني لامي ربي ينطيها الصحة والعافية ويخليها فوق روس نهية وابوي فهنا مثل ما تشوفون بنات راح اضيف حمص وهذا هماتين امي حمص مجمدته هماتين حطيته عادي ما اكو كلش كان حطوه هو جامد هو اول ما يفور الجدر راح كله يموع هنا راح اسوي بس حمص وبصار والدجاج يعني ما راح نضيف للبوتيته الطعم يخبل هسا راح اشارككم هماتين السفرة مالتنا للفطور كلش طيبة ومكانكم خالي يا رب العالمين وما يخالف حتى ذا هاي اخر سنة ما يخالف طبعا احنا متعودين يا امم كل سنة بالمناسبات بكل شي امم تسوي يعني ثوابات وتعزمنا بس بعد خطايا بعد ما بيحيل خلاص العمر الى حوبة يعني كبرت بعد ما بيحيل تطبقها ومثما تعرفون ام وحيتها يعني ماكو احد يساعتها بس انا من بعد رب العالمين فاني هماتين ما اقدر الاحق تعرفون بيتي شغلي ومن اكمل اروح فهسا هنا انا رحت لها دنيا الصبح طبخت لها التشريب وغسلت لها المعين ورجعت لبيتي مرجعت للبيت هماتين نظفت وشوي استراحت ورجعت لها العصر لقيت اختي مهم قرية لها الدجاج وطبخت لها التمن فهي حلو المعاون اي فاني هماتين من بعد ما كملنا فطور غسلت المعين الفطور كلها وخلاص خلاص الباتري وخلاص البانزين اللي عندي اي فما اقل لكم اسم الله عليكم هالا يام ما اعرف شو واحد مني فطور يتخربط نهاية رمضان هاي كل سنة فهي الحالة يعني مو بسعدنا يا هالاسئلة يقولي والله احنا همهيتش منه فطور نتخربط ما اعرف نهاية رمضان الصيد ثقيلة فالحمد الله والشكر ان شاء الله صيام مواصل حق محمد وآله محمد هنا بنات حطيت المي الحار ونوم بصرة العدلة هذا صحاح طبعا نوم بصرة كلش مهمة بالدجاج يطيها طعام يخبل وتطيها حموضة للدجاج وما يخلي الدجاج زفر بابدل تستغنون عن النوم بصرة المطحونة والصحيحة بس همشي المطحونة طلعون بيها النوال الصغار ما الطحنوية يعني موض ميصر ومرورة بالتشريب مثل ما شوفون ما حطيت مي هواي مجرد غطيت الدجاج بي وهنا رح اضيف هذا الكركم وراح اضيف هماتين الكاري مثل ما شوفون رح اضيف هماتين الكزبر المطحونة ما حطيت كزبر أصحاح رح اضيف هنا نظفت باعه الكزبر المطحونة هماتين يطي طعم كلش طيب انا هاي طريقتي بالتشريب اعتمدتها دائما وراح اضيف اثنين مكعبات ماجي طبعا هذا الجدر شبير فيحتاج مكعبات ماجي اكثر يطنكها مكعبات ماجي للتشريب مثل ما تعرفون كلش طيبة فاني حطيت بس مكعبي انه انظفت هواية توابل وهنا من بعد ما كملت التشريب صار المطبخ حوسة ومثل ما تعرفون مطبخه اللي صغير مو كبير يعني لازم ايدنا بيه يعني نطبخ منها ونخسل الماعين منها فاني هناني اشوفوا خطايا مو محضرة الماعين بلقاء اللي نصبيها الفطور فشقلت بيتخلى اخسللها الماعين على مودة اكملها وارجع للبيت فهنا راح اخسلها الماعين من الطبخ وهي هماتين مسوية كاستر فصار الماعين على السن فحسوني ملازمين موبايل ملهينا بي على مد لا تروني يعني لا تسمعون صوته اي وقلت خلى اخسل الماعين على السريع واروح البيت فقلت خلى افتح كاميرا واشارك البنات روتيني ويومي وهذا حسوني قاعد يمي هنا بمونتاج بمشونكم يلا اوه ميحتي ميحتي زعلان تعبان انت تعبان صح حسوني اي فبنات سألتوني عن منظف مال الدهون مال الطبخ شنه استعمل بنات اكون معمل يمنى مال زاهل معمل نفسي تيبيع منظف مال الدهون يعني هو هماتين بخاخ انا هذا صار لي تقيبا سنة معتمدته بالبيت لانت بخين منا وتجلفين منا وتوح خلاص الدهون عندي هذا احسن شي من مالة السوق حتى من الماكس قبل استعمل الماكس الماكس مثل ما تعرفون من ترشوني ما عروف يغير هذا الصير الحافة مال الجامع مال الطبخ كشفت عندي من وراء الماكس فهذا هسه جبته مذيب الدهون لا ما يكشف الاشي الاستيل يعني ما يكشف فيغير لونه خليه على لونه فهسه سولفولي اش طبخته اش وزعته سويته ثوابات عسا ثواب باصل ان شاء الله اي 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 انا صراحة ما طبخت لان مثل ما قلتوكم رح ساعدتهم وبالثواب فما سوي الثواب ما وزعت هاي السنة لان شوية تعبانة ما بيا حيل اي وتعرفون يعني ضغط علينا احنا اصحاب الطلاب مالمدارس وبرمضان هذا صار ضغط كلش قوي انا مثل ما تعرفون عندي ثلاث طلاب بالمدارس فش اقول لكم هاي التعب علي صار لان ما ننام نهائيا ما ننام اصلا احنا نتعلل للسحور يعني ننام يومية ساعتين ثلاثة فهذا هم تعب علينا وتعرفون الصايم يحتاج ينام عمود شوية يصبر نفسي فاحنا شون صبر نفسنا وعدنا طلاب فمجبوري ان نقعدوا لهم هاي فصراحة ما قدرت هاي السنة فان شاء الله السنة الجائزة الله جعلنا طيبين وموجودين نسوي الثواب فالحمد الله والشكر ومعدام الله منطينا الصحة والعافية كلش كافي ان شاء الله كل سنة يعودها علينا برمضان بالصحة والعافية والسلامة واريد اشكر متابعين الجدد كلهم من انضمه والقناتي اتمنى منعلكم تفعلون جرس الكل لان اكثر المشتاكين بقناتي ما مفعلين الجرس على تلقي كل الاشعارات فاتمنى تفعلون جرس الكل وتحطوا لي لايك وتكتبوا لي اكثر من التعليق انا مود الفيديو اللي انزله يشجعوني علي ويصعد واكثر عدد يشوفوه من ومثلي يكره غسل الماعين بناتها اموت من غسل الماعين يضوج يعني اتمنى طب للمطبخ ماكو الماعين والماعين تكره كل ابنية يعني كل ابنية تكره غسل الماعين صراحة يعني واحد ما اعرف يحب ياكل وما يخسل الماعين لازم نجيب هاي الماعين السفري عنا مود شنو عنا مود قبل نذبها بالزبالة ما نخسل الماعين فهنانا بنات كملت غسل الماعين وصفطتهم كلهم ما خليتهم بارة فأمي دا تسلق العدس عنا مود تسوي شربة وعفت لها الجدو داي فور قلت لها بس يستوي الدجاج حطي لها ملك وطفي كلش هاهي يعني كملناه للطبخ الآن شاهس او راح ارجع لبيتي واكمل شغل بالبيت بس ما اصورت لكم تنظيف بيتي عمومية ساعدكم الفيديو طويل فهنا رجعت لها لقيتها خطية حط الفواكه والكاستر محضرتي وهنا طبيت للمطبخ هذا اللبن ما الفطور اهم شي اللبن اللبن والتمر للصايم اول ما تطي لبن والتمر هذا الطرش الجميل مالة امي وهنا نمثريت لنا المندي الدجاج قلته مثل ما قلت لكم طبخين الثمن ومصحمته يعني صار به نكهة المندي هنا لازم نشوف الطبخ وهذا عندنا التشريب مال الدجاج اللي سويته انا وياكم وهنانا عندي الشوربه وهنانا مرقة الفاصولية اكيد مين مرق احنا نعشقهم صراحة مرقة البانية ومرقة الفاصولية هذن انساس المروقات صراحة عندي كوثر تحب القيمة قلت اماما القيمة ما تنطبخ بعاداتنا اليومية يعني بطبخنا اليومي القيمة تنطبخ بالمناسبات لان شغلها ثقيل ويتعب بالمناسبات تنطبخ وهذا شكل السفرة بيتهلي شوفوها ان شاء الله عسا ثواب واصل حطين الفواكه والخورات وهذا الدجاج والتمن والشوربه وان شاء الله يا رب العالمين كل سنة ينعاد علينا بالصحة والعافية والسلامة واني دا اقلب مع رب الناس شفتوا هاي المعجزات صايرة بالقمار انو الغيمة صايرة على شكل سيف طبعا دا اقلب بالتيك توك وشفت هي الغيمة صايرة سبحان الله على شكل سيف وطابة بالقمار يعني يعني شون طابر القمار فتعرفون احنا القمار مالتنا الامام علي عليه السلام فسبحان الله المعجزات موجودة مالتهم اكو بعض دولا المختلين عقليا اللي يحجون يعني على امير المؤمنين بيطبولي بالتعليقات ويحجون فقلهم الله يشافيكم انا نهائيا ما اجاوبهم خطية المتابعين يردون عليهم فاني ما اجاوب لان دولا مرضى نفسيين يعني مادام هم هو مريض فيكتب هيتي فما لعلاج المريض النفسي ما لعلاج الهيتي فيخله هو الله يتجاز اهنا اول ما بلشنا نفطور باللبن والتمر فالهنا حبايبي راح اعوفكم ويا الفيديو تستمتعون اترككم في حفظ الرحمن ومعالف سلامة حبايب قلبي بيت الام والاب هو البيت الوحيد الذي تستطيع الذهاب اليه كل ما شئت وبدون دعوة وفي كل زيارة يكوناني سعيدين بقدومك هو البيت الذي يمكنك أن تدخل المفتاح مباشرة في بابه بلا اذن هو البيت الذي لا يكل ولا يمل منه سكانه عند قدومك فيارب اجعل لامي وأبي بيتا في الجنة لأذوق حلاوة الوصول اليهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة